السؤال البعض كده كذلك طلب ان هو ايه ما يذكرش اسمه بيقول السلام عليكم هل لو سمحت كنت عايزة اسأل على التاتوه لو كان لاخفاء جرح كبير بالجسم حرام ولا لا التاتوه انواع يا مولانا انت تعرف اه ده ما لازم نعرف عشان نقدر نجاوب عليكم فيه اشياء بتتعمل عبارة عن حقن لون من الالوان في الطبقة العليا من الجلد ده نوع النوع التاني لأ ده بيعمل وينزل في طبقة تالتة او اكتر بانه يطلع دم ثم الدم ده يطفي او يتلون بالوان المنظر او او الصورة اللي انا عايزة ارسمها التاني ده حرام اللي هو بيفضل ده احنا مش مشكلتنا ان هو يبقى لان بعض الناس اللي بيعملوا الاولان ده دلوقتي ساعات بيبقى بالاشهر وبيبقى بالسنوات لكن التاني اللي بيطلع فيه دم ده الدم دوت بينجس الجزء ده انت حابس الدم هنا فالجزء ده متنجس فيبقى المشكلة عندي ايه عصالي ازاي عصالي ازاي بهذا الامر اللي عمل ده ده سؤال تاني نبقى نجاوبه لكن احنا في السؤال ده دلوقتي اعمل ده اللي بيتعمل بالدم ويطف وكأنه بطف الدم باللون لا ده ممنوع شرع لكن اللي هو بيحقن فيه الجلد عشان اخفي حاجة اه يا جوز ده ازا كان في الطبقة العليا من الجلد يبقى ازا كان في الطبقة العليا من الجلد اللي هو بيكون عبر الحقن مش عبر اخراج الدم ثم كتم الدم ده باللون ولكن ده بحقن انا اعتبر ده نوع من انواع العلاج وبدل هو مش مؤذي مش مؤذي يعني ايه بدل ان لنا لما عمله ده مش هيجيب لي سرطان في الجلد اللي انا عمله ده مش هيعمل اي شيء يبقى خلاص ده جائز انه هو يتعمل بس بالشرط انه هو ما يكونش مؤذي يبقى اللي بيكون في السطح الاعلى اللي ما بيطلعش دم واللي فيه بحقن لون ده اللي هو جائز اما ازا كان فيه اخراج دم ثم كتم هذا الدم باللون فده ممنوع اشتركوا في القناة